اليوم كل شي كان يعني يعتبر صعوبة لقطر عقبة عثرة أنتو ذللتوها بدأ من التقصي اللي كيفتوا الملاعب رغم أنه الآن عم تستضيفوه في الشتاء لصغر المساحة اليوم لو بدي أسألك ماذا تقول لي أي واحد أجنبي إجليزي إيطالي أنه يا أخي ليش كأس عالمنا مختلفة شو السبب أول بطولة تقام في الشرق الأوسط يمكن من أهم الأسباب الالتحاد الدولي شاف أن المنطقة تستحق أنها تستضيف هذه البطولة طبعا أتوقع أن الوطن العربي في وقت الترشح للكاس العالم كان واقف خلف قطر وكان داعم بشكل كبير للملف القطري فيمكن من أهم الأسباب هذه على ناحية سياسية أو على ناحية أن الفيفا حبت أن تأخذ الكاس العالم وكرت القدم إلى مناطق جديدة مثل ما أخذتها إلى آسيا أول مرة في 2002 وخذتها إلى أفريقيا في 2010 لكن إذا نريد أن نرى ونقيسها من مستوى أو من وجهة نظر الجمهور أو وجهة نظر اللعيبة التي ستكون متواجدين أو الإعلام هي أول بطولة ما لازم يسافرون فيها من مدينة لمدينة نحن تعودنا في كاس العالم نضطر أن نركب طيارة نسافر من مدينة إلى مدينة أخرى نحضر مباريات هناك نحن كنا نروح فرق عمل نشتغل في هذه البطولات كنا نروح في برامج رسل كانت متعبة شغلة تدخل أتيج جديد تركب الطيارة تسافر مرة أخرى يعني هذا إحنا ما رح نشوفه في مندينة القطر الشخص المشجع رح يقل في سكن واحد ورح يقل في هذا السكن إلى ما هو يقرر أن يسافر لو تسمح لي طالما جبت سيرة المشجعين أنتوا هلأ جاهزين لاستقبال المشجعين هل هناك أمور يجب أن يعرفها المشجع قبل قدوم القطر مثلا هل المشجعين لما يستطيعون يسكنوا بفنادق خمس نجوم وين ممكن يسكنوا طبعا فيه فنادق من جميع الفئات وهذه الفنادق متواجدة بشكل كبير في قطر طبعا عندنا أيضا نحن الحلول السكنية الأخرى اللي هي الشقق الشقق الكندقية الشقق العادية طبعا فيه حلول كثيرة موجودة للجمهور وطبعا فيه أيضا الفنادق اللي احنا نسميها اللي راح يكون موجودة على المينة موجودة في الدوحة هنا فيها أربعة ألف غرفة فالحلول كلها موجودة للجمهور اللي راح يجي على حسبه هو الميزانية اللي عندها اللي فراصتها حق هذه السفرة فما راح يكون فيه أي إشكالية أديش تتوقعوا عدد الناس اللي ممكن تيجي أخي ناصر يعني التوقع هو بين المليون ومئتين ألف إلى مليون وخمسمائة ألف خلال فترة البطولة يعني خلال شهر حيجيكم مليون ونص زائر فالبيك إذا نشوف البيك راح يكون حول الميتين ألف شخص متواجدين في نفس الوقت من خارج قطر في قطر طيب كان اسمعت في شيء اسم